يا مساء الخير واستعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى دايماً بيكون موجودة معاكم كل يوم اتنين الساعة سبعة وإيمان مختار متعودين دايماً مع بعض الناقش كل أسبوع موضوع بيهمكم وشاغل بالكم الحقيقة موضوعنا النهاردة شاغل بالي أنا شخصياً وشاغل بال ستات كتير قوي وهو أكيد موضوع مفتوح للنقاش في كل بيت مصري موضوعنا النهاردة هو أهم قضايا المرأة المصرية وقضايا الأسرة المطروحة في الحوار الوطني ستات كتير قوي اليومين دول مش فهم يعني إيه حوار الوطني هي كل الحوارات اللي شغالة على التلفزيون دي بيعملوا إيه بيقولوا إيه طب إيه هدفها طب هنوصل لإيه وكل ستة تبعاتلي على البرنامج طب هل المشاكل اللي أنا بعني منها دي هتتحل طب هل هيحطوا حل المشكلة كذا وكذا وكذا خليني أعرفكم شوية النهاردة الحلقة النهاردة كلها عن الحوار الوطني وإحنا يا ستات هنستفيد إيه من الحوار ده عشان القيادة السياسية عندها وعي بأهمية قضايا المرأة وكمان قضايا المرأة دي تأثيرها قد إيه في المجتمع كان فيه تركيز واضح من المحاور التلاتة للحوار الوطني اللي هما إيه يا إيمان اللي هما المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي واللي المرأة بتعتبر شريك أساسي وأصيل فيهم لازم نبقى فاهمين يا جماعة إن الدولة عايزة توصل من خلال يعني الحوار الوطني ده الدولة عايزة توصل لإيه وإيه هدفها الرئيسي من كل الجلسات اللي احنا بنشوفها وإيه فلسفة الحوار الوطني يعني رايحها لفين هي بترجع أصلا في الأساس لمنهجية الجمهورية الجديدة اللي احنا عايزين نبنيها كلنا مع بعض القيادة السياسية والدولة بمؤسستها وكمان يعني القيادة السياسية والدولة بمؤسستها وإحنا الطرف التالت الشعب بكل تواطف يعني الشعب بكله ستات ورجالة وولاد وكل حاجة طول الوقت بيكون فيه تحديات إيجابية وسلبية بتقابلنا احنا في حياتنا كل يوم أصحى الصبح ألاقي فيه حاجات إيجابية تفرح الله جميل مبسوطة جدا فيه قرار نزل بيقول كذا كذا تاني يوم ألاقي فيه حاجات سلبية تنكد علي وتنكد على بيتي بولادي طول الوقت إحنا عايشين في التحديات دي إيجابية شوية وسلبية شوية وكمان بتقابلنا تحديات تشريعية واقتصادية واقتماعية كل أنواع التحديات عشان كده لازم نسمع بعض أفكارنا أنت تقول فكرتك وأنا أقول فكرتي أنت تقولي بتفكري في إيه؟ طب وانت مؤمنة بإيه؟ طب وانت عايزة إيه؟ نسمع أفكار مختلفة ما هو أكيد أنت غيري غير ده غير ده غير ده غير ده القرار الأفضل والأصح ده يجي منين؟ غير لما كل الأرواق المختلفة دي تتناقش بنلاقي في الحوار الوطني منقشات طول الوقت الموضوعات اللي إحنا بنعاني منها أيوة إحنا بنأكد وما بننكرش أن طول الثمان سنين اللي فاتوا كان عصر زهبي للمرأة المصرية وبجد حصلنا على كتير جدا من حقوقنا لكن لسه في حاجات محتاجة تتناقش مهمة جدا جدا زي إيه مثلا يا إيمان؟ زي قانون الأحوال الشخصية وصغاراته اللي من ضمنها قانون الوصاية وزي ما شفنا تحديات المرأة المعيلة والطلاق والعنف ضد المرأة والعنف الإلكتروني برضو دي حاجة مهمة جدا وأهمية تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودي من أهم الموضوعات اللي هينقشها الحوار الوطني واللي هنعرف أكتر عنها من ضفتي اللي هتنورني في الستوديو النائبة مرسى محروس عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين سواني واتبقى معنا في الوستوديو